بما يشتروا تابعات جديدة، ولما حاولوا يعرفوا تعريف التابعة، فشلوا في تعرفها وبيناس أخرى عندهم تابعات وغيروا الويندوز و برضو حاولوا يعرفوا التابعة لكن فشلوا في تعريفها ويوجد ناس تالتة وهم يطبعون فية whether or wait for use وكمان لاحظوا ان حالة التابعة أفلاين وأنا في الحلقة دي بقولك لو في أي مشكلة توجهك في عدم تعريف التابعة سوف أعرفوا لك بكل سهولة باقي التفاصيل هنعرفها مع بعض. لكن بعد الفاصل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ماذا يا أخينا من ايه؟ اخباركم ايه؟ ان شاء الله اكونوا بخير وابدى الحادث معيكم أحمد السيد من قناة كانون بالعربي وحلقة النهاردة مختلفة شوية عن باقي الحلقات وهي اني انا شخصيا هعرف لك الطابعة بدون ما تحتاج الى فني حسب قلي وبدون ما تحتاج نفسك في موضوع عدم تعريف الطابعة وكمان وانت موجود في مكان لان الايام اللي فاتت اكتشفت ان في بعض الاشخاص حاولوا يعرفوا الطابعة لكن الاسف ما تعرفتش معهم لحد ما اكتشفت ان اقدر اعرف لك الطابعة وانت في مكانك اكتشفت ان في برنامج اقدر من خلاله اعرف لك الطابعة بتاعتك عن بعد وجربت الطريقة دي على اكتر من مشترك والحمد لله اعرفت له الطابعة والطريقة دي من خلال استخدام برنامج TeamViewer والبرنامج ده بيديني صالحية ان اقدر استخدم الحاسب الآلي عن بعد اذا كان الكمبيوتر او لابتوب في نظام الويندوز فقط يعني انا ابقى في مكاني وانت في مكانك حتى لو من مصر او خلق مصر وقبل ما ندخل مع بعضك على خطوات تثبيت البرنامج حابب اوضحلك انك تتأكد من البرنامج ده بنفسك وتبحث عليه وتقرأ عنه من خلال الانترنت عشان ما تتهمنش ان ممكن اسرق معلومات والكلام ده وبعد ما انت تكرر ان اعرف لك الطابعة هتلاقي رابط تحت في الوصف وطريقة تثبيت البرنامج كالتالي هنضغط على download for free ثم ننتظر التحميل البرنامج عشان نثبته ثم نفتح البرنامج اللي نزلناه عادي جدا ثم نختار اول اختيار default installation ثم نختار بالماوس accept ثم نختار yes ونعلم على اختيار i accept ثم نختار بالماوس على اختيار content وبعد كده هيفتح البرنامج زي ما هو موضح قدامكم هتصور لي صورة زي اللي قدامكم دي وترسالهايلي على صفحة الفيسبوك الموجودة في القناة او الانستجرام او تويتر وبكده اقدر اتحكم في جهازك بالكامل وبعد ما اخلص بتقفل البرنامج عادي جدا او من عندك وانت بتختار بالماوس على علامة الدوران دي بتتغير كلمة المرور فبالتالي مش حاضر اتحكم في جهازك مرة تانية اللي ما اخد منك كلمة المرور الجديدة ودي بتعتبر حاجة امان ليه ولو حبيت تحزي بالبرنامج بعد ما اخلص عشان تطمن اكثر دي حاجة بترجع لك وان شاء الله اقدر اعرف لك الطابع بدون اي مشكل بس يا cd وده كان موضوع حلقة النهاردة اتمنى كنا الاعجاب اتمنى الموضوع كنا الاعجابكم منستني اي سفسر دي بخصوص طبع كنون كان معاكم احمد السلام من قناة كنون بالعربي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته